أنا حاولت بعد تجربة طويلة في التعامل مع الانترنت ومع الكتب لاحظت أن هناك إقبالا شديدا جدا على الصوت والصورة الصوت والصورة أصبح في عالم اليوم هو المؤدي الرائع الذي يوصل إلى الهدف بدأت أتعلم وهذا نوع من التعليم أن الحفيد أصبح يعلم الجد فأصبحت أطلب مشهورة حفيدي مثلا وكان لها وقع رائع في أنني تعلمت ممن كنت أظن أنني أعلمهم هذا النضال الثقافي هو في شق أيضا مساوى تماما لهذا النضال بالدم انتقلت من الكتابة الرقمية والنشف الجرائد والمجلات ومحاولة إيصال فكرة عبر الندوات والمحاضرات إلى ربما تقنية جديدة علي أنا وهذه جربتها وهي تقنية الصوت والصورة فأنا جربتها على هاتف المتواضع وحاولت أن أجتهد فيها وأنا أحاول أن أغير في كل مرة وحاول أن أتعلم فيها بدأت أفكر هذا الجيل يحتاج إلى إعادة ضبط إلى توعية وأنا بجهدي المتواضع هذا حاولت وأحاول فبدأت أولا أختار بعض اللقطات أولا باعتباري أنها قصيرة يعني لا أريد أن أطيل فيها ثانيا باعتباري أنها جديدة دققت جدار الخزان حتى أبعث الهمة فقط في الباحثين لكي يقوموا بالتجربة نفسها كأنني أقول للآخرين ابحثوا عن هذا الموضوع امبشوا هذا التاريخ حاولوا أن تجدوا أن أرضكم أرضكم هي منجم ثقافي وسياسي واجتماعي رائع في تاريخ العالم اشتركوا في القناة